بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ده يوم أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي احنا ابتدينا معهم مشوار وابتدينا كمان معهم إجراء جديد وهو مسألة التمهير الزواجي ازاي مش التمهير من المهرة لكن التمهير من المهارة ازاي ندخل في دورة تدريبية نخلي الأزواج عندهم نوع من أنواع الدربة ونوع من أنواع المهارة اللي هم مفتقدينها اللي محتاجين نتكلم عنها بشكل صحيح وبشكل كبير وخلينا نقول حاجة مهمة قوي قوي في بداية الحلقة دي احنا بتمر علينا ذكرى كل سنة وحضركم طيبين ذكرى الإسراء والمعراج والحقيقة ان ذكرى الإسراء والمعراج بتقول لنا ان احنا دايما قادرين نترقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده وكانت دي أفضل فرصة ممكن يتقال فيها يخلت فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الترقي لكن كان المقصود أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال المعراج وفي حال الإسراء بيفتح لنا باب للترقي دايما وعشان كده في غير القرآن كان ممكن يقول سبحانه الذي أسرى بمحمد لكن هنا سبحانه الذي أسرى بعبده وكأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا الطريق دايما للترقي حتى في الأشياء اللي ما تخترش على بنا الإسراء والمعراج معجزة بكل المقاييس لكن معكونا معجزة بكل المقاييس الله سبحانه وتعالى يقول لنا إذا سدت الأبواب فإن أبوابي لا تغلق وإن أبوابي مفتوحة وإن لدي مدد وهذا الذي نتكلم عنه الآن نتكلم الآن على أننا أدرين أن احنا نحصل السعادة الزوجية بمدد الله سبحانه وتعالى زي ما كان في مدد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كمان في مدد لنا في حياتنا الزوجية شوفوا الإسراء والمعراج جاية تعلمنا إيه تعلمنا أن الفتح ليس له وقت وحتى لو كان في أزمات لكن احنا قادرين أن احنا نوصل لمراضي الله ويأتي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الوصل الرباني بعمود الدين بالصلاة اللي هي تجعل الإنسان يشم رائحة قابة قوسيني أو قد مين؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربي خلونا نتوكل على الله ونشوف المهارة نحن نتكلم عنها النهاردة مهارة إيه احنا اتكلمنا خلاص اتفقنا على أن احنا نتكلم على مهارة الاهتمام الزواجي احنا قبل كده اتكلمنا عن مهارة الأمان الزواجي التأمين الزواجي والنهاردة بنكمل الكلام عن مهارة الأمان الزواجي تاني عملية بنقوم فيها عشان نحسس شرك حياتنا أنه هو في أمان زواجي حاجة مهمة جدا 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 إيه هي؟ المعنى الأساسي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو معنى سرعة تلبية المطالب لشريك الحياة هو بيحس أنه هو مهم لو أنك انت عملت كده شوف دايما الستات لما بتقول لي جزء مثلا غير لي لمبة الحمام أو غير لي لمبة الأوضة أو صلح لي أي حاجة في البيت أو حتى أنا أقصف يعني خد معك كيس الزبالة وانت نازل والرجال اللي لأسف بتقول حاضر وتطنش أو تقول إن شاء الله لدرجة فيه ثلاث كريمات بقت الستات عندهم مشكلة معاهم حاضر وإن شاء الله وربنا يسهل ليه طيب؟ لأن هي أشايفة أشايفة إيه بقى؟ أشايفة أن هي مش مهمة لزوجها ليه مش مهمة؟ لأنه نسي تجاوز ماهتمش وهنا بقى بيحصل بقى أن المخاوف من سرعة التلبية وأن يبقى جوز الست بيحصل للرجال في بعض الأحيان يقولوا بعض الأحيان بيبقى على فكرة النسيان نسيان أبسامينه نسيان متعمد ساعات ينسى نسيان متعمد ليه طيب؟ وأخايف أنه من سرعة التلبية إيه اللي يحصل؟ من سرعة التلبية يبقى هو ماشي على الخطة اللي بترسمها له الست فيبقى هو جوز الست بالمناسبة أن تجوز الست لأن أنت أصلاً متجوزها أنتو مش ماشيين مع بعض في الحرام أنتو مش ماشيين مع بعض في الحلال فأن تجوزها فعلاً زي ما هي مراتك فإنك أنت تعمل حاجة تساعدها وتخليها حاسة بالأمان وتخليها يعني يقول لي يعني هو تخريجي الكيس بره ده أو رمي الكيس كيس يسباله في الصندوق الشارع ده هو اللي هيحسسها بالأمان آه لأنها تحس أنها مهمة بالنسبة لك ولذلك ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يعني إيه يعني إيه الكلام ده يعني كان دليل على حب مولانا سبحانه تعالى اللي كان بتقوله له السيدة عائشة السيدة عائشة مش بتقوله هو ربنا بيسارع في هواك يعني أن هي أصدها أن حدث النبي له هوا لكن أصدها أن ربنا سبحانه تعالى يظهر أمارة من أمارات الحب وأن الله سبحانه تعالى يسارع في هواك يبقى من أمارات المواد والرحمة حاجة مهمة جداً جداً إن الحبيب يسارع في تربية احتياجات حبيبه يبقى الحياة الصغيرة دي وإن كانت صغيرة لكن هي بتحمل معاني الاهتمام ما بين الزوجين وعشان كده سرعة الاهتمام باحتياجات شركة الحياة احتراجات الزوج بعض الناس قالوا لي أنت بتقول شركة الحياة أنا بقول شركة الحياة بالمعنى اللي احنا نقصدينه احنا مش في الشركة لكن شركة الحياة الذي يشاركون الحياة بمعنى المشاركة وليس بمعنى أنه هو داخل معايا في علاقة بيزنس وذلك لما مطالبه بتبقى موجودة وأنا مهتم بيها هو بيحس بأنه أنا بحبه لأنه إيه اللي حاصل الأشياء الصغيرة دي اللي أنا ما استجب لها هو بيحس أن هي ملها مهمة جدا جدا في حياته ولعل حدث النبي صلى الله عليه وسلم مبين لنا ده لما كان بيتكلم مع السيدة عائشة ويهتم بتفاصيلها ويهتم بأنه يلبلها مطالبها فجعلها تتفرج على لعب الأحباش فتتزقطت السيدة عائشة وتفرح أنه يسابقها صلى الله عليه وسلم دي احتياجات عندها احتياجات عندها في بيما يتناسب مع سنها وحضت النبي صلى الله عليه وسلم لبلها الاحتياجات دي يبقى نفس الحكاية كمان بيبقى مع زوج لما يطلب من مراته تخيط له زرارة قميس أو تطبخ له أكلة بيحبها وتقول له حاضر وما تعملهاش وتحس كده ان ده تتقيل عليها وكده ويحس ان هو مش من أولوياتها وان هي مش مهتمية به فيتقول ايه ده بلاش بقى نحس بقى ان هو راجل بطني يعني راجل ما عندوش هم وغالبطنه وما يتمش بالحياة اللي أنا بقى ادهاله لأ هو دي كلها رموز زي ما نحن بنعلم الرجالة ونقول لهم على فكرة الست لما تطلب فلوس دوت معناه ان ده رمز من رموز التعبير عن الحب كذلك هو لما بيطلب منك أكل الحب هو رابط طلب الارتباط طلب ان هو يحس ان هو مهتم به ان انت مهتمية به وعشان كده هو ده الكلام ان هو هناك اهتمام وسعد منها اسمع تعبير من الزوجات ايه هو التعبير ده التعبير بيدل على الاهتمام تقول لك ايه ده بيعمل حاجة قبل مطلوبها والازواج يقولوا بقى دليل على الاهتمام هي عارفة راحتي فين لما هي بتعمل ايه تسارع في تلبية الحياة اللي هو بيطلبها فمسلا الزوج يلاقي زوجته جايبها له كوباية الشاي قبل ما يطلبها عشان هي عارفة انه في الوقت ده محتاج يشربه محتاج يشربه ليه لان كوباية الشاي على فكرة مش هي المشروب ده مش اكسر الحياة لكن كوباية الشاي دي بتحسسه انه هو فيه حد مهتم به بدل ما هو عايش في الطحونة دي فالزوج يروح يجيب لمراته طلباتها قبل ما تطلبها كمان عشان عارف ايه اللي نقصها في البيت ده عاملة بالضبط كده كأنها حالة من حالات الدخول في دائرة المحبة والرحمة والمواد الكلام ده بيدل على ايه بيدل على ان فيه حبيب فيه شريك حياة قرر يستجيب بشكل سريع لشريك حياته اللي بيحبه وبيهتم بيه وعلى فكرة صلحة تلبية المطالب مش بتحتاج لفلوس لان مش كل المطالب بتحتاج لفلوس زي ما قلنا انك تغيير لمبة او الاهتمام او شيء من هذا قبيل مش بحتاج لفلوس في ساعات الاهتمام بيحتاج الى كلمة كلمة لما هي تنادي على الاولاد في البيت والاولاد كلها ما ردوش عليها انت اللي ترد عليها وكأنك انت اسرع من الاولاد ليه بقى هي تحس بايه يعني انتوا ما تردوش عليها وباباكم اللي برد عليها تحس ان هي مهمة بالنسبة له ان هو سابق لأولاد ان هو يرد عليه ولا هو ينادي على الاولاده عشان تعمل حاجة يبص يلاقيها مسكها وجايبها له عشان ايه دوت عشان يحس ان هو مهمة عندها يبقى ايه اللي حاصل ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحسس اهل بيته ان هم مهمين عنده وعشان كده كان بيكون في مهنة اهله فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرفق ثوبه فيكون في مهنة اهله ولذلك لما الازواج بيلبوا احتياجات بعض قبل الطلب او حتى بعده ده بيخلق حالة من حالات الانسجام والتوافق العالي بينهم وتلاقيهم بيقولوا اصلي ما فيش حد بيفهمني وبيريحني ادي زوجتي او ادي زوجي وتلاقي الراحة موجودة في البيت والبيت كله مليان سعادة ومليان اطمئنان وتحس ان الست ملهاش تيجي الست تقولي العبارة الواحد ما بيرتح شغل في بيته هبتكلم عن مين تكلم عن زوجها اللي مريحها وهو يقول والله العظيم انا لما بكون برا البيت بحس ان انا تعبان اول ما ادخل البيت كل حاجة بيرتاح طب ليه عشان حسس ان في البيت ده في حد بيهتم بيه ويبقى حتى لو زهلت الزوجة مش بتسيب البيت عشان عارفة ان في النهاية هيتصلح وهو وهي بتحس كمان ان هي مش هتلاقي حد يريحها غيره حتى لو تخن يبقى هنا ايه اللي حصل حصل الارتباط ان هي بتحس ان البيت ده فيه حد بيهتم بيها لان فيه تلبية لاحتياجاتها ولو خرجت برا هتضطر هتضطر هي تبحث عن احتياجاتها المسألة كلها مسألة ان حد يحس ان هو مهم عند شرك حياته عشان كده بنقول للأزواج والزوجات اوعد خلوا الفجوة بينكم تكبر بقلة الاهتمام وقلة تلبية المطالب ولكن وفي بعض الحين بنشوف الزوجات اللي بيمروا بيمروا عنهم مشاكل صعبة زي مشاكل المادية والاقتصادية اللي ساعات بتمروا عننا دلوقتي ايه اللي بيحصل يكون الزوج بيحس معاملة زوجته هي بتعمل كده معايا ليه فيبقى عنده تبريره سيء شوي ان هي بتعمل معايا كده عشان هو في الحقيقة ان ما بقاش عندي فلوس او ان تحوشت العمر ضاعت او ان ندتها الفلوس اللي انا حوشتها فبعد كده ايه اللي حاصل ما بيحصلش فيها لكن شوف في بعض الاحيين في الاوقات اللي زي دي شوف الاهتمام ممكن ايه لو هو مهتم بزوجته ممكن تعمل ايه تروح خلع دعابه ومدهاله وتوقف جنبه وتساعده نفس الكلام اللي عملته السيدة خديجة علي السلام عملته مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وواستني بمالها حين منعني الناس هو ده الكلام فلزاك حضرت النبي فضل مهتم تخير مهتم بالسيدة خديجة حتى بعد انتقالها للرفيق الاهل وحتى لما جاءت كلمته السيدة عائشة وقالت لها قد أبدالك الله خيرا منها قال لا اذا هنا بقى بيحس الانسان انه هو مهم ونفس الشيء لما الزوجة تكون بتريح زوجها وبتلبط طلبات وتلاقيها بعد كده بيدعمها لو هي عندها يفضل وقف جنبها في ماجيستير ودكتوراه ويفضل وقف جنبها لو عندها مشكلة مع اهلها يفضل وقف جنبها في اي وقت وتحس ان هي مشكلتها بتتحل بمجرد ما تشوفه لانه حس انه سندها ووقف في ظهرها وتحس ان هي مرتاحة وتحس بالامان وعشان كده لازم نبقى عارفين ده وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ندرب مثال واضح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع العقد بتاع السيدة عائشة وقع منها وبركة عليه الجنب ايه اللي حاصل وقف وقف الرحلة كلها وقف القافلة عشان يدور على ايه يدور على العقد فجاء سيدنا ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه فيه فخذي كذا تقول السيدة عائشة حتى نام يعني نام حضرت النبي في حجره فقالت حسبت رسول الله بيقولها سيدنا ابو بكر بيقولها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء يعني انت حطيتنا في مكان قفر لحنا جنب بير ولا معنا ما يتكفينا نشرب ونتوضح فقالت السيدة عائشة فعتبني ابو بكر وقال ما شاء يتكلم بقى ويقولها كل الكلام بيقول لي فعتبني ما شاء الله ان يقول وجعل يطعنني بيده في خسرت يعني اللي بيحصل بينغوزها في جنبها ولا يمنعني من التحرك وانا مش ادرى اقوم له انا مش ادرى طبعا السيدة عائشة شايفة ان هي ام سيدنا وبكر وابوها فيا ام المؤمنين فيقول فما نعنيش من التحرك الا ما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم على فخي انا مش ادرى اقوم له عشان الرسول الله نايم على فخي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فتيممه صعيدا طيب سيدنا وسيد ابن حضير رضي الله عنه رح اقل بقى يشاف المشهد كله فبيقول ما هي باول بركاتكم يا الى ابي بكر شوف هنا بقى انا بقف عندي قراءة هذا الحديث بشيء تاني خالص ان اهتمام حضرة النبي حضرة النبي عايز يعلمنا ايه ان اهتمام حضرة النبي بالسيدة عائشة وصرعة تلبيته ان هو مش عايزها تحس بالوجع وتحس بالدي ان عقدها العزيز عليها اللي كان عقد السيدة الخديجة ايه اللي حاصل مش عايز يوجعها فلما اهتم بيها ايه اللي حاصل هذا الاهتمام جلب البركة والنور والسعة مش على الاهل البيت بس ده على كل من حولهم فالذلك عمرك ما تستقل ابدا بمطالب مراتك لان سعيك عليها وسعيك لان انت تربط غرباتها ده هيجرب عليك البركة في بيتك وفي حياتك كلها نعمل ايه بقى عايزين اجراءات عمليا ممكن تساعدنا على ان احنا نكون عندنا سرعة لتلبيت احتياجات شركاء حياتنا واحبابنا وزوجاتنا وازواجنا بحيس ان احنا نعمل الكلام ده بقى رياحية ما يبقاش الكلام اهو اهو انا بسارع في طلباتك اهو كوباية شاي اهو لأ مش كده خالص خالص احنا اول حاجة لازم فيه مفهوم يتغير عندنا ايه المفهوم اللي يتغير عندنا اول مفهوم يتغير عندنا هو مفهوم ان انا بسارع في طلبات شريك حياتي او في زوجي وزوجتي اللي انا بشاركهم في الحياة لان ده جزء من حياتي اه صح أنا فيه مفهوم غلط عندنا إن هي وأنا لا أنا بسألها في طلباتها لأن هي من حياتي لو إن أنا مش حاسس إن هي حياتي يعني هي حياتي يعني مش هي كل حياتي لكن هي حياتي إحنا بنعيش مع بعض حياتنا فبينفعش إن أنا أتعامل معها لأنها خارج حياتي لا ده جزء من حياتي يعني إيه يعني أنا مثلا لو عايز أشرب أو حتى عايز أدخل حمام برو عمل إيه بجري أشرب وعمل حمام نفس الكلام هي جزء من حياتي هو جزء من حياتي لكن بقى الكلام الكلام الغريب دوت إن فلان أعلى من فلان ولازم أبقى لا كلنا لازم الزوج يبقى فخور بزوجته ولازم الزوجها تبقى فخورة بزوجها لكن كل الكلام بقى اللي بيشحل للبيوت ده ويحسس الناس إن هم مش في وضع طبيعي ووضع كده غريب الشكل هو لازم يحس بإن هي لا هم الاتنين لازم يحسوا بإن نعمة ربنا على بعض ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها الاتنين لازم يحسوا إن هم نعمة ربنا على بعض مش كل واحد فيهم يحس إن أنا لا غلط الكلام ما يجيبش ده ما يجيبش سعادة الكلام ده يجيب نكد وعشان كده لازم إحنا نكون مركزين أوى أوى يبقى أول حاجة هي حياتك وأنت حياتها يعني إيه لما بتسارع في تربية طلباتها إزاي لما بتسارع في تربية احتياجاتك أنت إيه ده يعني أنت بتقول بالاتحاد أنا ما نقولش بالاتحاد بس بقول إن الحياتنا بقت حياة واحدة حياة مشتركة فأنت لما بتعمل لها كده أنت بتعمل الكلام ده لحياتك وإزاي كإن اللي حصل فلننظر إحنا لازم ننظر بل الإنسان وعلى النفسي بصيرة ولو ألقى مع عزيرة أنت حياتك ولازم تنظر ما قدمت لغد يعني إيه لازم دايما تستثمر في الألاقة اللي بينك وبينه الحاجة التانية والمهمة أن أنت ما تستصغرش حاجة بتقدمها لشريك حياتك يعني إيه تعود دايما أن أنت تعمل حياة صغيرة ومتكررة لشريك حياتك تحسسه أن أنت فهمه يعني مثلا من الحياة الصغيرة المهمة جدا جدا أن أنت لو عارف أنها بتكره النوم في النور تطف النور وإنت رايح وإنت جاي تطف النور يا سلام لو إنك أنت صحيت وعملت إيه صحيت وببساطة خالص أنت عارف أنها وعايز تقرأ فتجيب لملة صغيرة أو تجيب أي حاجة أو تجيب الموبايل وتحطه على صدرك بحيث أنه ما ينفاجدش خالص ما يزجعهاش هي لما تشوف المنظر ده هتقول هو عمل كده ليه لأنه بيهتم بيه هي كمان لو هي شايفة أنه ما بيعرفش ينام في البرد مثلا فتقفل التجييف عشان ما يبردش كل الكلام ده الحياة دي على قد ما هي صغيرة أه بس مكتوب عليها عارف إيه عارفين مكتوب عليها إيه لا يحقر أن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بيوجه ينطلق ولا تحقر أن من الاهتمام شيئا ولو أن ترفع غطاء فتغطي به يعني أنت خير كده لو حد معدي الحياة السويرة بقى اللي أن حد يغطي حد لأن حد لما يتخبط فالتاني يحاول بقدر الإمكان يطمئن على أن الخبطة دي مش مؤسرة عليه ومش من دايقاء في بعض الأوقات اللي إنسان لما يحصل ده ويتخبط ويلاقي حد مهتم به هو بينشط وبيسع وبيبقى فرحان أن حد يهتم به ودوات قاله العلماء أنه دوات بيزود إمكانية أنه هو يقاوم الألم ويقاوم الوجع يبقى أول حاجة ببساطة خالص غير مفهومة كانت حياتكم حياة مشتركة حياة واحدة حياة تانية أنت لازم تهتم حتى بلحاجات الصغيرة دي وما تحتقرش الحاجات الصغيرة دي كتير من الزواجات بتقول أنا مش عايز أجيب لي حاجة كبيرة أنا عايز بس يهتم بيه يهتم بشوية التفاصيل الصغيرة دي حاجة تالتة والمهمة كمان أن أنت لازم تعرف ببساطة خالص أن أنت تعود معاها تعود معاها وتسألها تعوضي معاها وتسأليه على إيه في الأوقات الصعبة اللي هو فيها أي شكل من أشكال الدعم ما حدش يروح يهتم بشخص تاني بأي طريقة لازم تعرفه هو محتاج إيه عشان لما تقدمه وتسارع في تربية احتياجاته تعمل حاجة في المكان الصح عشان في كتير من الأحيين بنعمل حاجات كتيرة جدا جدا وبعدين نقول ده نكر للجميل ده نكرت للجميل وعندها كفران عشير لا يا سيدي اسألها اسألها هل الاهتمام بيطلب؟ نعم الاهتمام بيطلب طب نعمل إيه؟ نسأله ومحتاج لإيه نسأله بس ما نسأله قبل الاحتياج أنت في الوقت ده لما بتكون زعلاني محتاج مني إيه؟ أسمعك أكلمك محتاج أن نحن نخرج أنت محتاجة إيه؟ محتاجة أننا أنا في كتير من الأحيين بتبقى محتاجة أن يود أن تسمع بس مش محتاجة حلول فإذن لابد أن نعرف الأمر ده آخر حاجة أن كل واحد فينا لازم عشان نتم لازم كل واحد فينا يتعود أن يخلي شرك حياته جزء من دعائه ويدعيله بلا هو يطلبه السلام لما زوجتي يجي يقول له والله أنا كنت في المسجد وتعايت لك أن ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك مرادك ده أو الزوج تيجي تقول له والله أنت أول حد في دعائي يا سلام لو حصل الكلام ده كل واحد فيهم بيحس أنه هو مهم عنده لأنه بيسارع في تربية احتياجاته حتى لو بالدعاء بس الحياة دي كلها مهمة جدا جدا لشركاء الحياة حاولوا تعملوا الكلام ده كلام ده كله سهل ويسير وكمان الكلام ده بيجلب مدد الله سبحانه وتعالى لما بنقول الدعاء بظاهر الغيب كمان الدعاء بظاهر الغيب ومستجاب الدعاء للزوج بظاهر الغيب والدعاء للزوجة بظاهر الغيب من مواطن استجابة الدعاء بل هو من أكثر مواطن استجابة الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحبين ويحب أهل المودة وأهل الرحمة وأهل السكينة يا رب جعلنا دايما في سكينة وجعلنا في مودة وجعلنا في رحمة وعيننا يا رب على أن احنا يكون عندنا هذه المهارة أن نظهر أننا نهتم بأحبابنا حتى ينشط أحبابنا ويحسوا أن الحياة صارت أخف وصارت السير إليك يا رب العالمين مكللا بالنور وأن كل واحد مننا هدية منك إلى الآخر يا رب العالمين اجمعنا دائما على قلب قد امتلأ بالمحبة والرحمة يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وبنخصص لها وقت عشان نجويب عليها وبتفضل فتحنا جسر من النور يجمعنا في مجالس العلم اللي بيذكرنا فيها الغفور سبحانه وتعالى تعالوا نستقبل أول سؤال من عندنا الأستاذة شاهد أيوة اتفضلي يا فانت ازيك حضر فنعم وفضل الحمد لله أنا عندي مسكلة حضرات العيالة تستعيني يعني فيها اتفضلي أنا داينة بصلي يعني وبقرأ قرآن وكده وعلى طول بصلي على النبي يعني بذكر الله كثير بس هذه الوقت بتجي لي أفكار وحشة جدا جدا عن الناس وعلى ربنا ومش عارفة عملية يعني بتقول لي دا ايه انت حضراتك متزوجة ولا لا اه عندك أولاد اه عندي طيب هل حصل حاجة مؤخرا ولو من عدد من السنين انت بقالك قدي على الحال دا أنا بقالك دلوقتي يجي ست شهور ست شهور في حاجة قبل ست شهور يعني حصل أي خلاف بينك ومن زوجك أي حاجة حصلت من دا هي كانت في مشاكل كتيرة اه بس تتحلت اتحلت ولكن ظهرت بعض الحاجات اللي ممكن تكون مش مناسبة لانه هو راجل متدين مثلا لا لا طيب وبعدين تفضلي بس الافكار هي دي اللي تعباني يعني وكده طيب انت حاس كلما انت حاس طب انت شخص متدين اه جدا كويس يبقى الافكار دي يبقى انت حاجة شخص متدين جدا صح اه طبعا بتهتم بالتفاصيل اه وبتحاول بقدر كان الناس اللي حواليك تلتزم بالاخلاق وبالقيم وكده او بستغرب يعني لو اي حد قال لي على حاجة انا بستغرب يعني او يعني لو قالوا لك مثلا انت ليه بتعامل معنا كده هو انت مش امنا ولا انت رقيب علينا ولا حاجة زي دي بيحصل كده لا هو كله على القرآن والدين والصلاة وربنا وكده انا بستغرب يعني كده بس من سهرفة لا ايه طيب احنا بس الكلام ده من ستة شهر صح اه انت مركزة مع الحالة دي وبتحاول تقوميها اه بحاول كتير اه يعني بقى قرآن كتير طيب احنا نجرأ احنا الحال دي لكن انت قادرة تعيش حياتك بشكل طبيعي ولا لا اه انا عادي طبيعي بس هي دي اللي تعباني كويس اول حاجة احنا عندنا احنا عندنا تلات تلات اشياء لازم تعمليهم الحاجة الاولانية الاستعباط انا ياسف يعني لازم لازم تطنشي ولا لكن الحاجة دي موجودة وما تلتفتيش اليها وما تحاوليش تقوميها اكاينها مش موجودة خالص يعني الافكار دي كلها اللي بتجيلك ولا تسألي فيها واضح طيب اه يبقى اول حاجة تطنشي الكلام ده ولا تلتفتي اليه خالص الحاجة التانية وهي مهمة جدا هي مسألة الذكر ان انت تبحث عن اكتر ذكر بيطمن قلبك وتقوليه وتقوليه مرة وتقوليه على اقل مضاعفات العشرة يعني تقوليه عشرة او سبعين او مية هكذا الحاجة التالتة والمهمة ان انت لازم تغيري برنامج حياتك لاني رتابة البرنامج الحياتي تساعد على هاللي انت فيه ده يعني ايه اللي حاصل لو بتعملي حاجة بشكل متكرر ده هيساعدك على انك انت تبضلي في الحال اللي انت فيه ده فالتلات حاجات دولة انت لازم تعمليهم طيب اعتعمليهم لفترة فاذا الامر اشتد وحياتك ما بقيتش سهلة كده قد نحتاج ان احنا نذهب الى طبيب نعم معنا الاستاذ واليد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ واليد يا شيخ انا بس باك بي الحال شوية وعليه دي يمكن شراء تاني كده دق بك الحال وبعدين انا يعني اموية محتاجة لي واحتاج عملية كبيرة وسوز كتيرة والسلاف وانا شغال بليومية الصغيرة خالف انا مية وعشرين جميع انا اتصع طيب الحاجات دي انا اعرق يعني فيه جهات كتيرة جهات خيرية ممكن ازهاب اليها وهي معلنة عن نفسها ان هي بتقدم هذه الاحتياجات هي بتقوم بتلبيتها اشياء كثيرة جدا جدا المؤسسات كتيرة جدا جدا فانا شايف ان انت اذا كنت تسألني هل يجوز دي ان اذهب الي هذه المؤسسات يجوز ان انت تذهب الي الي هذه المؤسسات وهل اخذك لهذا المال اذا كنت لا تستطيع ان انت تدفع اه تمن عملية والدك ده امر جائز شرعا اه امر جائز شرعا وانا احفزك ان انت تعمل ده ومن جهتي انا بقول لكل المؤسسات اللي بتقوم بهذا الامر الوقت اللي احنا فيه ده وقت ضروري ان تتحالف مؤسسات المجتمع المدني اللي بتخدم الناس وبتقوم على دعمهم وبتقوم كمان على سد احتياجاتهم لان الوقت ده اتوقت مهم ووقت حساس وده الوقت اللي ممكن يظهر فيه اخلاص هذه المؤسسات وخدمتها للناس فلذلك انا بحفز وزي ما بيقولوا كده اربط على ايديهم ان هم يكسروا من هذا العمل بشكل كبير جدا جدا فاستاذ وليد اه يجوز لكن ان انت تذهب الي هذه المؤسسات وتحصل على دعمهم اه اه ومسألة الصحة احد المعاني المهمة التي يجب الاهتمام بها في هذا الشعر معنا الاستاذ اه سليمان من جنوب اه سينة وعليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحليك طيب بحليك طيب وبصحة وبسلام الله يخليك فهم اللي اعز اه اه يوم صوم يوم من اسراء والمهرات اه ماله هل هو جاهز يعني ولا مش جاهز دينا انت واحد طيب مش اجاوب على حضرتك انا لو بصلي في البيت ايه الضروريات اللي تخليني اعطى على الصلاة لونا في البيت طيب اقول لحضرتك السؤال اه السؤال السؤال التالت حضرتك لو انا صايم اه في رمضان او في النفلة يعني اول ما يقزم الله اكبر افطر ولا استنى شهادة اه اجاوب على حضرتك على التلاتة الله يبارف اول حضرتك ربنا عزك يا سيد سليمان بوسيسي دي اول حاجة يا صيام يوم الاسلام والمعرك ده هذا الام يعني يكاد يكون من المستحبات بس احنا عندنا مصطلح المستحب لازم يكون في يعني فيه دليل بخصوصي لكن هو حاجات من الاولى حاجات يعني اذا فعلتها تكون نادى من باب الخيرات ليه حضرت النبي علمنا ان الاوقات اللي فيها نعم وبركات بنحتفل بيها بماذا بالطاعات يعني هذا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم ان ولدت فيه العبرة مش ان ينصوم في مولد حضرت النبي بس لكن حضرت ليه طيب لانه كمان في نجات سيدنا موسى كمان بنصوم يوم على الشراء فلما سألوه هما بيصوموا ليه قال لعزا يوم نجر الله فيه موسى عليه السلام قال نحن أولى بموسى منه يعني اذا لما تحط ما بين ميلاد حضرت النبي ونجات سيدنا موسى ايه الربط بينهم وليه بنصومهم عشان حصل نعمة نعمة ظهور حضرت النبي بابيه وامي صلى الله عليه وسلم وميلاده وحضرت النبي شايف ان هو نعمة فالحمد لله على هذه النعمة الحمد لله على نعمة رسول الله وكفى بيها نعمة بابيه وامي صلى الله عليه وسلم وكمان نعمة سيدنا كمان نجات سيدنا موسى ما تربط بينهم كده يبقى حضرت النبي عللمنا إن لما تجلنا النعم نعمل إيه نسوم لو الإسراء والمعراج بقى فيه نعم ما لهاش آخر يكفي يا سيدي نعمة الصلاة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلاد يبقى إحنا لما منسوم يوم بالإسراء والمعراج منسومه عشان النعم الكثيرة التي نزلت وكانت مع الإسراء والمعراج إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بهذه الهدية وحضرت النبي فيه هدايا كتير من أهل هدايا مثلا أن الله سبحانه وتعالى أخبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلد أحد من أمته في النار حتى أصحاب الكبار حتى أصحاب الكبار إيه اللي حاصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى شفاعته لأصحاب الكبار من أمتي يبقى إيه اللي حاصل يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهدايا كثيرة جدا جدا يبقى الاحتفال بالصوم في الإسراء والمعراج ده من سنن إذا جمعنا الأدلة دي كلها الحمر التاني ان حضرتك لما بتتكلم بقى على مسألة ان البيت ان انت حد يفكرني لو بيصلي في البيت ايه بقى ايه اللي يمنعه ايه اللي يخليه يقطع الصلاة في البيت مش ايه اللي يمنعه ايه اللي يخليه يقطع الصلاة في البيت اللي يخليك تقطع الصلاة في البيت شيء يوصلك الى حد ان في حد تخاف على هلاكه او انت تخاف على هلاكه او شيء يفسد الحال ليه لان احنا الله سبحانه وتعالى امرنا في الصلاة ان احنا ما نخرجش من الصلاة لانه قالوا ولا تبطلوا اعمالكم فانت في الصلاة مش هتقدر تبطل اعمالك لكن لو شفت حاجة تستطيع الصبر عليها لكن واحد قطع الصلاة لأنه مر من قدامه حاجة هو عنده فوبيا منها يبقى هو آسم؟ لا مش آسم لكن الحاجات اللي انت تحس فيها خطر في ولد هيقع من على الترابيزة ومعرفش ايه او واحد هيرمي نفسه من بلكون كل الكلام ده يجوز ان انت تقطع الصلاة علشانه لكن ما ينفعش تقطع الصلاة علشان واحد قالك فلان لو سمحت عتل بتاع ديه من المطبخ لا كمل صلاتك لأن ده مش ضرورة ولا حاجة يبقى نقطع الصلاة لما يكون في حاجة من الضرورات او من الحاجيات التي تلحق بالضروريات الحاجات الصعبة جدا ان واحد هيقع عليه حاجة اتعوره اه ممكن تقطع الصلاة علشان تنجيه من المسألة دي يبقى اذا ما ينفعش والذي تستطيع ان تفعله وانت في الصلاة لا تفعله بالخروج من الصلاة يبقى عندنا درجاتها هو واتضحت المسألة كده اخر حاجة مسألة الصيام بقى مسألة ان انت في مسألة الصيام سواء نفل او نفل او فرض وانت بتصوم وانت بتصوم فإن اللي حصل فحصل لك ان انت وبتصوم الصيام او نفل او الصيام ده او يمكن ان تفطر بمجرد لاني احنا الافطار عندنا بدخول الوقت مش بتمام الادان الادان ده علامة على دخول الوقت فالافطار بيكون بدخول الوقت فاذا كان قال الله اكبر فهذا يدل على ان دخل الوقت قبل ما يتلفز بالله اكبر فلازم تستنى لغاية التشاهد لا مش لازم تستنى لغاية التشاهد بمجرد دخول الوقت تفرض يا سيدي اوه في مكان اصلا ما فيوش ادان هو الساعة بدل خلاص الوقت دخل على الساعة المنضبطة يجوز انه يفطر حتى على الساعة وان كان الادان لسه ما قدنش لان العبرة بدخول الوقت لان امتى بنفطر بنفطر بنصوم بدخول وقت الفجر وبنفطر بغروب الشمس ودخول وقت المغرب نعم استاذة استاذة سوء من البحيرة تتفضل عاركو سمعينك عاركو سمعينك تفضل يا فن حددك سيخي كلمتك من اسبوعين كده بحكيت جوز يعني واخد ولادي مني وبشوهر بيا وكده وانا كلمتو اعذون اي وحددك بقى ايه هو دلوقتي جوز بعيدتلي عايز يطلق خمسين الف جنيه ان انا اخد خمسين الف جنيه نفقة متعة وخمسة واربعين نفقة متعة وخمسة المؤخر واخد بنت الصغيرة والولدين التانيين اخدهم ايه كل اسبوعين اشوفهم وياخدهم تاني وانا كان جايب لمدة ردة اتناشر وعشرة وسنتين واجيله قلب ان اللي عنده سنتين ده ولا اللي عنده عشرة ده بقالي تلاث طهور مش اختهمش بشوف الولدين التانيين هما في الدروس بس الضغيرة ما بشوفهش عشان لا 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 هو عايز يديني خمسين الف جنيه ماناش ده دلوقتي بخمسين الف جنيه والخمسة واربعين الف جنيه ديت انا مش عارف هو انت كنت كتب مؤخر صدق كام خمسة ونفقة متعة خمسة واربعين بس مش عايز يديني دهب انا مش عارف بقى لا ودهبك دوت هو ياخد دهبك ليه دهبك دهبك دهب كان واخده بيع الدهب دهب جزء استني بس لا ملكيش حاجة عندي بس يا بنتي بس يا بنتي احنا دلوقتي انت اعتقدي الصداق لو ما كنتوش منتفقين على صداق اعتقدي صداق صداق المهر المثل واذا كان هو جايب لك الدهب ده وديك الدهب دهت الدهب دهت خلاص احنا خلاص الدهب جزء من المهر احنا لو كنا كاتبين اذا كان الدهب ده ادهولك على انه الدهب ده هو الشبكة فالشبكة وزء من المهر فده حقك وكاتبين كمان انه يبقى فيه مؤخر صداق خمسة ألاف جنيه ده حقك خمسة واربعين دولة بقى نفقة المتعة ونفقة العدة بنحسب بقى بنحسب هو بياخد قد ايه ونديلكم ونحسب ونوزعه على الأولاء على عليك وعلى الأولاد فانتو خمسة كده فبنحسب مرتبه على ده وبندربه فيه وبنتفق عليه بنتفق عليه يعني ما يقلش عن سنتين بحسب المدة اللي انتو قاعدين فيها مع بعض فالمسألة مش كده الا بقى زي كان هو بيقول ان هو ده عندي وبيتفاوض معاك واضح ان هو بيتفاوض معاك لكن الحاجة بقى اللي ما ينفعش التفاوض عليها هي مسألة حضانة الأولاد حضانة الأولاد لك حتى الأولاد يخرجوا من الحضانة ومسألة ان هو احنا كمان يعني احنا قاعدين نقول للستات اتقينا الله سبحانه وتعالى في ان كنتوا ما تمنعوش الأولاد من أبوهم يجي الرجالة يمنعوا الأولاد من أمهاتهم يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى الأولاد ما ينفعش يبقى كارت التهديد ولا ينفع ان هو يستخدمه كسريع كسلاح للأزية انتو كده بتئزوا الأولاد اتقوا الله في أنفسكم واللي مش عارف اللي مش عارف يعني ايه تربية أولاد يا جماعة ما يخلفش اذا كان مش قادر يربي أولاده على الاستقامة ده مش اتزان ده ان واحد يمنع يمنع الأولاد عن الوصول لأمهم ده مش من اتزان ولا ان هو عشان يوصل لده والأولاد أولادنا واحنا ما عندناش أولاد يربيهم راجل تاني فيطلع عليها سمعة سيئة طب ما يروح فين من ربنا ما انت تتبع عورته مسلم انت تتبع الله عورته ولو في جو في بيته طب ليه بتعمل كده عشان في الاخر خالص تطلع بطل وان انت غلبت وان انت خدت الأولاد منها عشان هي استعصت عليك يا جماعة تقل الله سبحانه وتعالى ظلم وظلماته يوم القيام فنتقل الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا ان الواحد يمنع الأولاد عن أمهم وخاصة ان أمهم بفترة الحضانة فنتقل الله سبحانه وتعالى ولا يجوز للأم كمان انها تمنع الأباء من رؤية أولادها ومشاركة كمان في تربيته نتقل له ونتوازن شوية عشان ما نظلمشي أولادنا ما يجوز كفاءة نحن ظلمنا أنفسنا وارتكبنا أخطاء وقدت هذه الأخطاء إلى التلاق لكن كمان ما نقزيش أولادنا من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعود تعالوا نتقل الله سبحانه وتعالى وتعالوا كمان للمتزوجين والمقبلين على الزواج تعالوا نهتم ويبقى عندنا مهارة الاهتمام الزواجي ونهتم بشركاء حياتنا أن احنا نسارع في تربيته احتياجاته ونعرف أن حياتنا مشتركة مش كل واحد عايش لوحده نعيق ننتقل من الأنا إلى نحن وبعد كده إيه اللي حاصل وببساطة خالص ما نستصغرش أي حاجة في الاهتمام الاهتمام الصغير يحسس الإنسان أنه هو حاجة كبيرة عند الشخص ده حاجة التالتة والمهمة كمان أن احنا طول الوقت ببساطة خالص نتحاور مع بعض عشان نعرف احتياجات كل واحد مننا وفي الآخر إيه ما بتنسوا أن كل واحد فينا يدعي بظاهر الغيب لزوجته وحبيبته ولزوجها والحبيبها لأن ده بيجعله أنك مواد ورحمة وما فيش مانع أن أنت تقول لشريكة حياتك وحبيبتك وزوجتك أن أنت دعت لها في صلاتك ويا سلام لو أن هي قالت له أنت أول حد بيكون في دعائي كل ده معناه الاهتمام وده بيسبب ارتياح وبيسبب راحة وبيسبب كمان فتح القلوب يا رب افتح قلوبنا دايما بالمودة والرحمة وجعلنا في محل نظرك ومددك يا كريم بالرحمة والألفة وجعلنا دايما نزوق حلاوة نظرك إلى بيوتنا ويكون هذا البيت بابا من أبواب الرحمة وبابا من أبواب السعادة وبابا من أبواب السرور والسعة يا كريم يا ودود يا رب العالمين أذقنا يا رب العالمين مددك وكرمك لبيوتنا وجعلنا دايما دائما من أهل السكينة ومن أهل الرحمة ومن أهل المودة يا جميل يا ودود يا رب العالمين